نبدأ بالشأن المغربي حيث تتولى المملكة المغربية ابتداء من اليوم الفاتح من فبراير رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي طيلة شهر فبراير وهو ما يعتبر تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الافريقية بقيادة الملك محمد السادس لصالح افريقيا والمواطن الافريقي وتتزامن رئاسة المغرب للمجلس مع القمة الافريقية السابع والثلاثين رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها يومي السابع عشر والثامن عشر من فبراير ومنذ عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي فقد ترأست المملكة للبرة الثالثة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بعدما انتخب عضوا لمدة عامين في الفترة الاولى التي امتدت من 2018 و2020 ومدة ثلاثة اعوام في الفترة ما بين 2022 و2025 في هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار وتسوية النزاعات